موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها موقع اخباري يروي قصة انهيار من اكبر صحيفة في البلاد الى مطبعة لملازم طائفية صحفي افرج عنه الحوثيون مقابل توقفي عن الكتابة سلطات مأرب تلزم التجارة بتعليق قائمة باسعار المواد الغذائية اهلا بكم بعد ان اغلقت ميليشيا الحوثي جميع وسائل الاعلام الخاصة وسيطرت على العامة جاء الان دور المؤسسات الحكومية حيث تستعد مؤسسة الثورة للطباعة والنشر كبرى المؤسسات الاعلامية في اليمن للتوقف النهائي عن العمل بسبب اقحام الحوثيين لها في العمل السياسي وتحويلها الى مطبعة خاصة بطباعة ملازم وكتب الجماعة وعنوان موقع يمن مونيتور كيف يتسبب الحوثيون باغلاق اكبر مؤسسة الصحافة حكومية في اليمن وقال موظفون في المؤسسة الكبيرة اليمن مونيتور ان الجماعة قامت بتسريح اكثر من الف موظف للصحيفة بصنعاء وانهارت مؤخرا طباعة الصحيفة الورقية فقد اصبحت الفين نسخة فقط توزع يوميا وتعود مئات النسخ الى مقر الصحيفة وقال عامل في كشك لبيع الصحف في صنعاء اليمن مونيتور ان الاقبال على الصحف في صنعاء تراجع الى اقل من واحد في المئة عن مرحلة ما قبل 2015 مضيفا ان صحف الحوثيين والخاضعة لسيطرتهم لا تلقى رواجا ابدا عاملون في المؤسسة يشيرون الى ان قلة الطباعة ليست متعلقة بقلة الطلب مع ان ذلك صحيح فعلا لكن السبب الرئيس ان ورق الطباعة في المطبعة الحكومية تم استنفاذه بسبب طباعة الحوثيين للكتب والملازم الخاصة بفكر الجماعة المسلحة وبحسب تصريح احد الفنيين العاملين في قسم المطابع فان طباعة الملازم هذه المرة لم تقتصر على مطابع مؤسسة الثورة فقط وانما وصلت توجيهات الى قيام جميع المطابع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بطباعة الملازم بكميات كبيرة وشراء اكبر عدد من الاوراق بمناقصات يتولاها منسق الجماعة لطباعة الملازم مجموعة من اهالي محافظة ابيان يقفون كل ثلاثاء وسط المدينة مجددين مطلبهم وقد وعدوا ان لا يتوقفوا عن ذلك ووفقا لصحيفة الايام فان هؤلاء هم المبعدون عن اعمالهم والذين قالوا كل ثلاثاء سنقف هنا وعلى السلطة المحلية التحرك لنصرة قضيتنا وقالت الصحيفة ان العشرات من المبعدين عن وظائفهم في ابيان نظموا وقفة احتجاجية للأسبوع الثاني امام مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار للمطالب اعادتهم الى مقرات اعمالهم التي تم ابعادهم منها قسرا عقب حرب صيف 94 تضيف الصحيفة المبعدون قسرا بابين يطالبون رئيس الحكومة الجديد معين عبد الملك بالنظر الى قرارات رئيس الجمهورية باعادتهم الى اعمالهم وقال احد المبعدين عن وظائفهم قرارات اعادتي والكثيرين لم ترى النور حتى الان رغم مرور سنوات على اصدارها يخاطب سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان من يسميهم المستخفون بقضية اليمن وربطها بقضايا اخرى ناصحا لهم ان يغادروا المشهد الردي الذي يعيشون فيه ويضيف في مقال تنشره بالقيس يراهن البعض على ان قضية استعادة الدولة من ايدي الميليشيات القلابية ستكون ضحية تسويات لقضايا اخرى مستجدة او عارضة في المنطقة ازداد الرهان مؤخرا بعد حديث وزير الدفاع الامريكي في مؤتمر البحرين عن تسويات يمنح بمجيبها الحوثيون حكما ذاتيا في مكان ما في شمال الشمال وحدود دولية منزوعة السلاح وجيش يمني محدود التسليح اتخبط هؤلاء المراهنون في حسابات لا تختلف كثيرا عما يروج له الانقلابيون عن صفقات يجري الاعداد لها تجعل منقلابهم ومصادرتهم للدولة اساسا لحل سياسيا شامل بديلا عن المرجعيات الثلاث التي تشكل الطريق الوحيد نحو سلام دائم باعتبارها اساس بناء الدولة ان ما يمكن التأكيد عليه هنا هو ان الخفة التي يتعاطى بها البعض تجاه قضية اليمن لا يجب ان تربك الموقف من مسألة بناء الدولة بالمضمون الذي توافق عليه اليمنيون لانها الخيار الافضل والمتاح لتجاوز هذا المشهد القبيح الذي اغرق فيه اليمن مثل هذا المشهد لا يمكن ان يستخلص منه حل لمشكلة اليمن ان البحث عن حل من داخل هذا المشهد الذي تخلق بفعل انقلاب وما قاد اليه من كارثة هو استخفاف بحلم اليمنيين في اقامة الدولة التي تحمي حقوق الجميع وتمنع الحروب وتقود اليمن الى الاستقرار الذي يتحقق معه العودة الى ارادة الناس لتقرير خياراتهم السياسية لا بد من تجاوز المشهد الردي والبحث عن حل لمشاكله بارادة تتجاوز تفاعلات هذا المشهد ومعوقاته ان كل الذين يحاولون ان يستخلصوا الحل من داخل المشهد انما يستخفون بقضية اليمن كقضية متعلقة ببناء الدولة التي هي بيت القصيد في مغادرة هذا المشهد القبيح يتحدث موقع المشاهد نت عن صحفي امتنى عن الكتابة الصحفية لسبب غريب وهو انه تعهد امام من ضمن له الخروج من السجن الا يعود الى الكتابة وعنون الموقع السامعي التزام اخلاقي مكلف تجاه الحثيين يبعده عن مهنة الصحافة يقول الموقع للعام الثاني على التوالي يمضي الصحفي تيسير السامعي حياته منقطعا عن مزاولة مهنة الصحافة وفاء بالتزام قطعه للحثيين مقابل اطلاق سراحه بعد بضعة اشهر من الاعتقال في سجونهم يضيف الموقع رغم ان تيسير غدا مقيما في بيئة ملائمة لعمل الصحفيين بعيدا عن سلطة الحثيين في مدينة تعز الخاضع للحكومة الشرعية الا انه لا يزال ممنوعا من الصحافة قال السامعي الذي كان يروي للمشاهد قصة اعتقاله وما ترتب عليها من اثار على حياته المهنية مستدركا هذا المنع هو التزام ذاتي تجاه الشخص الذي سعى للافراج عني مقابل عدم الكتابة ولا اريد ان يتعرض للإحراج او الانزعاج لاخلالي بتعهدي وكان السامعي اعتقل صباح الثاني من يناير 2017 من مدينة دمنت خدير التابعة لمحافظة تعز اثناء مرافقة طفله الى المدرسة من قبل مسلحين حثيين ولم يشفع له بكاء طفله حينها تم وضع السامعي في زنزانة استقبال من ثلاث غرف تكتض باكثر من خمسين معتقلا بينهم كثير من المرضى النفسيين في مدينة الصالح السكنية شمال شرق تعز التي حولها الحثيون الى معتقل للمواطنين وبعد اسبوع على اعتقاله تم استدعاء السامعي لتحقيق طويل ابتدأ من منتصف الليل واستمر لساعات في غرفة خاصة معصوب العينين ووجهت له تهم متعلقة بعمله الصحفي من قبيل التبريد العدوان بالكتابة او الظهور في القنوات ويقول السامع الذي تم نقله من سجن تعز الى سجن ذمار ليبقى فيها اربعة اشهر ذات مرة صمعت نقاشا في اذاعة صنعاء التابعة للشرعية وانا في السجن بذمار وناقشوا قضيتي فارتفعت معنوياتي وشعرت بالارتياح والمساجين كانوا فرحين مطمئنين ان صحفيا معهم يناقشون قضيته في الاعلام وكانوا يبلغون اهلهم عند اتصالهم ان الصحفي السامع معنا صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا عن الحرب في اليمن وعن المواقف الغربية وتقول الصحيفة في مقال ترجم خصيصا لقناة بلقيس صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بان تدخل التحالف بقيادة المملكة السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بلا جدوى واضافت كان لابد للحرب ان تتوقف منذ فترة طويلة واشارت بارلي الى ان الحرب التي يرغب فيها ولي العهد محمد بن سلمان القوي هي التي سببت ازمة انسانية لم نشهدها من قبل تتنقض هذه التصريحات الى حد ما مع تلك التي عبر عنها الرئيس الفرنسي المانويل ماكرون الذي اكتفى خلال مؤتمر صحفي بذكر ان باريس طلبت تعهدات ووضوحا بشأن النزاع في اليمن حيث نحن ملتزمون جدا بالقواعد الانسانية في الصراع مع قوات الحوثي المدعومة من ايران بشكل غير مباشر تحظى السعودية بدعم شركائها الغربيين بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص في ابريل نخص ايمانويل ماكرون موقف فرنسا الدعم الكامل لامن المملكة العربية السعودية وادانة النشاط الفالسطي القادم من الحوثيين الذين تستهدف صواريخهم الاراضي السعودية بانتظام لايجاد حل سياسي للنزاع وحل انساني لسكان المدنيين ومع ذلك فان الحرب في اليمن تتسبب في احراج متزايد في عواصم الدول الغربية التي تزود المملكة السعودية بالسلاح وتعتبر فرنسا جزءا منها هذا الانزعاج المتدامي لا يرتبط فقط بالازمة الانسانية التي يتسبب فيها تدخل الرياض بل ايضا في الضربات الخاطئة المتعددة والاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد القوات الجوية السعودية التي تقوم بقصف منتظم للاراضي التابعة للحوثيين يقول موقع مصند الانباء انه في اليوم الاول وجود الحكومة الشرعية في عدن فانه هناك حركات ضبط غير مسبوقة ويعنوين الموقع البنك المركزي يغلق ستين محل صرافة بعدن في اول يوم لتواجد الحكومة وقال الموقع ان البنك المركزي اليمني اغلق محلات صرافة مخالفة للقانون ولا تحمل تراخيص مزاولة عمل بمدينة عدن وفي بيان له قال البنك ان الحملة المصرفية نفذت عددا من المداهمات الميدانية والحملات الدورية لمكاتب محلات الصرافة في محافظة عدن التي لا تملك تصاريح رسمية واشر البيان ان نتائج الحملة الخاصة التي يقوم بها قطاع الرقابة على البنوك بمعية نيابة الاموال العامة في محافظة عدن تم احادة اكثر من 120 قضية الى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اما محافظة مأرب فقد الزمت اصحاب المحلات التجارية بتعليق اسعار السلع الغذائية على ابواب محلاتهم وعنوان موقع الحرف 28 اصدار قائمة اسعار موحدة للمواد الغذائية والسلع الاساسية وقال الموقع ان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اصدر قائمة اسعار موحدة للمواد الغذائية والاساسية خاصة بتجار الجملة بمديريتين المدينة والوادي وانزمهم باشهارها على ابواب المحلات خلال ثلاثة ايام واكد نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي ان المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين سواء لعدم إشار القائمة أو مخالفة الأسعار المحددة فيها وقال إن القائمة راعة الربحة المعقولة لتاجر الجملة وقدرة المستهلك وبما يحد من تفاوت الأسعار يتحدث محمود ياسين عن ما أسماه مؤامرة ضد التعليم محذرا من استمرار حالة التدهور في العملية التعليمية ويضيف ياسين في مقال نشره موقع مسند للأنبع عملية تفخيخ للعقل اليمني وجعل الدراسة مسألة جديرة بالهزل لا أكثر أنا الآن أسجيب كلية لنظرية المؤامرة وأن الحثيين يعملون بقصد ووعي لتجهيل مجتمعه كانت الثانوية العامة وستظل معيارا أساسيا لمستواه العلمي وخياراته وما يترتب عليه مستقبلا نتائج الثانوية تعني ما هي الجامعة إن العذر الوحيد الذي يمكن تقبله الآن وتفاهم الاعتباطية ونفي المؤامرة هو في إقالة وزير التعليم يحي الحثي وإعلان إلغاء النتائج فورا وتقديم مشروع وتصور لتجنب الغش مستقبلا الضبطية الأمنية التي تظهرها الحركة الحثية الحاكمة تتناقض كلية مع هذا الإخفاق في منع الغش لكنهم يقومون بحماية الظاهرة فيما يبدو ومنح تأكيد بالنتائج شكل من توثيق الخداع وإفساد التعليم بهكذا نتائج وشهادات طلبة لم يذهبوا للدراسة يوما وحصلوا تسعينات أنت بهذا تضاع حدا لعلاقة أبنائنا بجامعات العالم وسيحدث أن تعلن جامعات كثيرة في هذا العالم عدم قبولها لشهادة الطالب اليمني وكأنك منهمك في عملية غش للعقل اليمني من الداخل وتنخره بما يكفي للبلاهة فحسب البلاهة التي تحتاجها لتحكم بلادا تعلمت قبل مجيئك ولن ترتب وعيها المستقبلي وفقا لهذا الغش المسيطر عليه والقصدي الأمر الذي سيلحق بنا ضررا إضافيا لقائمة الأضرار والتي استهدفت كل إنجازات ومكاسب الجمهورية من تعليم وجيش وسيادة وطنية وحزبية وجمقراطية ربما يسعك إبقاء جيل ثنوية اليوم أعمى إلى حين لكنك لن تنجح في انتزاع ما راكمته الجمهورية في أدمغة مئات الآلاف من كتب ومقاربات واستلهامات تدور كلها حول العلم بحياة لائقة لم تعد بحاجة لاختبار وهي غير قابلة للغش من هو اليمني الذي يقض حملة ضد تصدير الأسلحة للسعودية؟ تتساءل شبكة البي بي سي في موضوع رئيسي وتقول إن زعيم حزب الخضر في ولاية هيسن غربية ألمانيا طارق الوزير حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية في الولاية ولكن من هو طارق الوزير؟ وإفقا للبي بي سي ولد الوزير قبل حوالي 47 عاما من أب يمني كان دبلوماسيا وأم ألمانية كانت معلمة وناشطة في حركة السلام وقد أنضى جزءا لا بأس به من سنوات مراهقته في اليمن وفي سن الرابعة عشر سافر طارق إلى اليمن وعاش مع والده مدة عامين في العاصمة صنعاء حيث درس في مدرسة دولية هناك بعد الطلاق والديه وتعرف خلال تلك الفترة على بشرى بركات التي أصبحت لاحقا زوجته وأنجبا ولدين ويقول الطارق إن العامين الذين أنضاهما في صنعاء في كنف والده وفرى له الفرصة لاكتشاف النصف الآخر من أسرته والتعرف على أقربائه هناك وتعلم اللغة العربية عندما سقط جدار برلين عام 1989 كان طارق لا يزال طالبا في المرحلة السنوية وقد انضم حينها إلى حزب الخضر في هيسين وفي سنه الرابعة والعشرين أصبح عضوا في برلمان الولاية عن الحزب ثم ما لبث أن أصبح زعين كتلة الحزب في البرلمان ويعد اليوم أكثر ساسة الولاية شعبية يصف طارق حرب اليمن بأنها أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر وحان الوقت كي تغير ألمانيا سياستها في مجال الصادرات العسكرية الفكرة القائدة مثال الواتساب تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في الشرق الأوسط مضيفا فكرة أيش الأخبار المغالية في البساطة يستعملها الآن مليار وخمسمائة مليون شخص في شرق الأرض وغربها وفي 2016 دفعت شركة الفيسبوك 19 مليار دولار للاستحواذ على التطبيق مثل الواتساب هناك كثير من الأفكار المشابهة التي أسهمت في تغيير العالم وهي معروفة لمن يتابع تيارات العلم والتقنية في العالم قد يحتاج أحد القراء بأن فكرة مثل الواتساب لا تطابق مفهوم النهضة الذي في الأذهان فهي مجرد حل لمشكلة جانبية في حياة الناس وجوابي أن المقصود من ضرب المثل ليس الغاية التي استهدفتها الفكرة أو المشروع المقصود هو العوامل التي حولت الفكرة خلال وقت قصير نسبيا إلى نقطة التقاء بين عشرات الملايين من البشر في أنحاء العالم إن أهمية الفكرة القائدة تكمن في قدرتها على تعبئة الناس من مختلف المشارب والاتجاهات وراء غاية محددة كي تكون الفكرة على هذا النحو يجب أن تحمل صفات محددة سوف أختار من بينها صفتين أولهما كون الفكرة بسيطة قابلة للنفاذ بذاتها أو بتجسيداتها ومعانيها إلى عقول عامة الناس وقلوبهم دون جهد أما الصفة الثانية فهي أن تقدم الفكرة حلا حقيقيا أو افتراضيا لحاجة قائمة مادية أو نفسية بالنسبة لفكرة الواتساب فقد تمثلت الحاجة المادية في التواصل غير المكلف أما الحاجة النفسية وهي الأهم في رأيي فتمثلت في تمكينها عامة الناس من التعبير عن ذواتهم وهو ما سماه إبراهام ماسلو في نظريته المشهورة عن هرم الحاجات الإنسانية الحاجة للتقدير صحيفة كابيتل الفرنسية ذكرت بأن واشنطن تدعو إلى نهاية الحرب في اليمن واجأ في تقرير فيها ترجم خصيصا لقناة بلقيس أن الولايات المتحدة دعت إلى إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء الغارات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وما زالت واشنطن التي تدعو إلى فتح محادثات السلام في غدون 30 يوما ترى أن الخطوة الأولى يجب أن يتخذها الحوثيون المدعومون من إيران العدو المشترك للأمريكيين وحلفائهم السعوديين وقام وزير الدفاع جيم ماتس بدعم هذه الرسالة ثم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع أنهم لم يشيروا بشكل مباشر إلى وفاة الصحفي الناقض للرياض الذي أثار شكوكا كثيرة حول دور ولي العهد محمد بن سلمان إلا أن الموقف الأمريكي الجديد هو جزء من السياق حيث تخضع إدارة دونالد ترامب لضغوط من الكونغريس للنائب نفسها عن المملكة العربية السعودية جيم ماتس ناشد الجميع للانضمام إلى طاولة المفاوضات وانسحاب المتمردين الحوثيين من الحدود مع المملكة العربية السعودية ثم توقف قصف التحالف العربي كما طلب مايك بومبيو إجراء مشاورات أولية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة في نوفمبر لمناقشة نزع السلاح من الحدود وتركيز جميع الأسلحة الثقيلة تحت سيطرة المراقبين الدوليين قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مهمة لما تبقى من ولايته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ورد في صحيفة البيان أنه يريد إصدار مرسوم يبطل فيه الحق باكتساب الجنسية الأمريكية لكل طفل يولد في الولايات المتحدة ويندرج هذا الأمر الذي كشفه ترامب غداة إعلانه إرسال أكثر من خمسة ألاف جندي إلى الحدود المكسيكية في إطار سلسلة تصريحات له تهدف إلى جعل ملف الهجرة في صلب النقاش السياسي على غرار ما حصل عام 2016 في مقابلة مع تلفزيون أكسيوس قال ترامب إنه يعتزم توقيع مرسوم ينص على أن الأطفال المولودين على الأرض الأمريكية من أبوين وضعهما غير قانوني لن يحق لهم الحصول على الجنسية وقال ترامب في المقابلة نحن البلد الوحيد في العالم الذي إذا وصل إليه شخص وأنجب طفلاً يصبح الطفل مواطناً أمريكياً مع كل المميزات يجب أن يتوقف هذا وأضاف قيل لي كثيراً إنني أحتاج إلى تعديل دستوري أتعلمون؟ هذا ليس صحيح الأمر جار سيحصل وبمرسوم صور متنوعة منها صور صاحرة للحيوانات نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف سنعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم إلى الصور ترجمة نانسي قنقر ماذا تحمله لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقراتنا التالية ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم شكراً على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر